بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حق الجهاد جزاه الله عنا أوفر الجزاء الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمته وبركاته في هذا الشهر المبارك شهر القرآن شهر الصيام والشهر الغفران إن شاء الله نلتق اليوم عبر الإنترنت في هذه المحاضرة مناسبة جيدة الحمد لله وتذكن هذه المناسبة بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا لأن الأخ المتحدث جائز في كولالونبور وصل للعصر قبل قليل وأنا الرئيس الجلسة جالس في الرياض وصلتي الظهر قبل قليل وأنتم في نيجيريا وغانا والدول الأخرى المختلفة فالحمد لله هذه التقنية تساعدنا أن نتواصل كأخوة في الله سبحانه وتعالى نتبادل الأفكار والآرى وأن نتكامل الحمد لله فإن شاء الله في المستقبل سنستفيد كثيرا من هذه التقنية الآن سأبدأ بتقديم المتحدث الدكتور منجت بهجت سبق أن أرسلنا السيرة الذاتية إليكم قرأتموه ولكن الآن ألخص هو أستاذ اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا وعنده أبحاث وكتب وخبرة طويلة في تدريس اللغة العربية للشباب من كل العالم الإسلامي الذين يدسون في الجامعة ومتخصص في الأدب العربي فإن شاء الله فرصة أن نستفيد من علمه الوفير في هذه المحاضرة القيمة الآن نبدأ ودكتور منجت إن شاء الله تفضل مشكورا محاضرتنا عن العجاز في القرآن الكريم وجه العجاز في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي الكريم الدكتور عمر الحسن كاسولي أشكركم بمشاركتكم معنا وحضوركم هذه الندوة العلمية المباركة نبدأ بتحميد الله الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده والصلاة والسلام على نبينا منال الحق وعموده وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الفضليات ممثلوا المعهد العالمي للفكر الإسلامي في غرب أفريقيا نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأيام المباركة يطيب لنا أن نتحدث في موضوعات لصيقة بنا وهي قريبة كذلك نحاول قدر الإمكان أن نسدد ونقارب في هذا المجال الحديث عن العجاز القرآن اختلف العلماء في تعريف عجاز القرآن الكريم فمفهوم العجاز على إطلاقه عرفوه بأنه الإجاز مع البلاغة كيف تكون بليغا ويكون كلامك موجزا إذا اشتبع العجاز مع البلاغة فهاتان الصفتان تؤدياني إلى الأجاز أو توصلاني إلى الأجاز أو نصف كلام من يتصف بهاتين الصفتين بأنه معجز فإن كان منزم من الله قلنا هذا القرآن الكريم معجز وإن كان من الأنبياء فنقول كلام الأنبياء معجز ومنهم من عرف الأجاز بأنه البيان والفصاحة بدل الإجاز والبلاغة قال البيان والفصاحة ولا شك أن البيان والفصاحة عنصران متكاملان يؤدياني إلى التأثير في السامع وقال آخرون الأجاز هو خروجه عن جنس كلام العرب من النظم والنثر ونلاحظ أن التعريفات متعددة ومتنوعة وهناك من قال أنه لا يكل قارئه ولا يمل سامعه بالتأكيد أي كلام أنا الفقير الله أتحدث إليكم لو أطلت في الكلام ستملون كلامي وستكلون من حديثي لكن الكلام البليغ يشدك إليه شدا كما نلاحظ أن نجلس ساعات طويلة نقرأ القرآن الكريم ولا يدخل في قلوبنا السأم ولا الملل وهناك من عرف الأجاز بأنه الإخبار عن الأمور الماضية لأن القرآن الكريم تضمن هذا الأمر وقال آخرون تضمنه من علم الغيب القرآن الكريم أخبر لما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب يعني أخبر عن أمور لم تحدث أمور غيبية وقال آخرون أن الأجاز هو ما تقدم بما ذكرنا قبل قليل جمعه لعلوم يطبل شرها والزركش يعلق فيقول أهل التحقيق على أن الأجازة وقع بجميع ما سبق من الأقوال ومن وجوه أجازة الروعة في قلوب السامعين الروعة يعني الخوف والإعجاب وأسماعهم وأنه يجمع بين صفتي الجزالة والعذوبة طبعا هاتان الصفتان متناقضتان فلا يجوز أن نصفها كلاما أو جملة بأنها فيها جزالة وعذوبة إنما جزالة مكملة للعذوبة نعم ثم استغناءه عن الكتب الأخرى وذكر 12 وجها هذا من؟ الزركشي صاحب البرهان في علم القرآن ومن المعاصرين أستاذي الدكتور فاضل السام الرائي ذكر أنه طلب منه أن يسمي كتابه أجاز القرآن فقال لا أنا لا أستطيع ليس من اليسير على أحدنا أن يؤلف في أجاز القرآن الكريم هذا من باب التواضع فقال ولكنه عرف لأجاز وقال أنه أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات ومن المتعذر متعذر أن ينهض لبيان الأجاز القرآن شخص واحد ولا حتى جمع والتعريف طويل لكن اقتصرنا على هذا الجزء ثم نأتي إلى الأجاز لغة فإذا أخذنا الفعل الثلاثي عجزة فيتدل على التأخر عن الشيء والقصور وهو هذه الكلمة ضد القدرة ضد القدرة وأعجزت فلاناً وعجزته وعاجزته جعلت عاجزاً أما أعجز بزيادة الهمزة نلاحظ أن سر من أسرار اللغة العربية أن المعنى ينقلب يصبح العكس كما تقول عجم وأعجم إذا وصفت واحداً فقلت لسانه عجمي أي غامض غير واضح لكن إذا قلت أعجمت الكتاب بمعنى أوضحته وكذلك عجز وأعجز فهو فعل متعد بالهمزة التي تفيد السلب أي تفيد سلب صفة العجز الضعف فتصبح أزال الضعف وبهذا المعنى جاء القرآن الكريم وقال وما أنتم بمعجزين أي أننا بشر لا نستطيع أن نعجز الله في كتابه فكلمة أعجاز إذن هي مصدر أعجزة ومعجزة اسم الفاعل ولحقته التاء من الوصفية إلى الإسمية الأعجاز اللغوي صلاحاً أيضاً نلاحظ دائماً المعنى الاصطلاحي يرتبط بالمعنى اللغوي فحينما نقول عجز البشر أن يأتي بإذن القرآن في الفصاحة والغرابة والتصرف والمعنى اللطيفة نعم فهذا هو المعنى الاصطلاحي أو هناك تعريف آخر أنها أمر خارق للعادة مقروم بالتحدي سالم من المعارضة يعني القرآن تحدى العرب بأن يأتوا وكانت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن نلاحظ معجزات الأنبياء متنوعة لكن الله اختار لدين الإسلام لنبينا أن يكون أن تكون معجزته القرآن فالتحدي شرط بشروط أجاز القرآن وثمرة له والقدماء لم يستخدموا كلمة الأجاز إلا في أصول متأخرة كما سأتينا في القرن الثالث والرابع ولكن أطلقوا كلمة الآيات والآية في مواحد من معانيها تعني المعجزة ومرادفاتها البينة والبينات والبرخان حيث لم يكن شاعر استخدام نعم وأنا أردفت كل مقولة بالكتب السيوطي وأدنان زرزور ومنع القطان نعم ونلاحظ أنواع الأجاز الأجاز العلمي ونجد ناس وناسا متخصصين أنا أذكر استمعت مرة إلى طبيب يتحدث عن وجوه الأجاز الطبي في القرآن الكريم الفلكي الإشارات الفلكية وبالنجمهم يحتدون مثلا العددي يعني أنا لا أمين إلى الأجاز العددي لكن الفلكي والطبي لا أشك فيه ثم الأجاز فيما يتعلق بالعقيدة وكيف جاء الإسلام بدعوة التوحيد والتشريعي كيف شرع للمسلمين نظاما ورجال القانون يقفون مذهولين أمام التشريعات التي جاءت من القرآن الكريم على سبيل المثال آية الميراث في سورة النساء يعني هي حوالي نصف صفحة لكن الغرب أو العلماء المتخصصون بالقوانين يقفون مذهولين أمام هذه البلاغة وكيف أنه استوعب كل حالات القرابة في الأجاز ولكن حديثنا سيتوقف عند الأجاز اللغوي والبياني بحكم تخصي باللغة العربية نلاحظ الآيات التي جاءت في سياق التحدي كم آية تجدون على الشاشة اثنان ثلاثة أربعة خمسة نعم خمس آيات نلاحظ فيها التدرج لكني لم أستقصي تاريخ النزول لأن هناك كتب عنيت بتاريخ النزول وحاوت أن تضع تاريخا لكل سورة أو لكل آية فأول تحدي كان بصيرة تحدي الإنس والجن لم يتحدى الله سبحانه وتعالى الإنس فقط فهذا إمعانا في التحدي إمعانا في التحدي لم يقول لأن اجتمعتم نعم ثم قوله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا هناك فائدة لغوية أن بعض دائما في القرآن الكريم تأتي بدون التعريف دائما تأتي نكرة وإذا أرّفت فإنها تعرف بالإضافة أما لا يوجد وفي أساليبنا يقول وقال البعض للبعض هذا من الأخطاء الشائعة في أساليبنا هذه فائدة نعم نعود إلى ظهيرا أيضا كلمة بليغة لأن الظهير هو أن يجعل الرجل ظهره إلى ظهر صاحبه فإذا خرج في الصحراء لم يستطع عدو من التمكن منهما عادة لا يخرجوا فردا دائما يخرجون إثنين فأكثر فإذا ظهيرا أن تضع ظهرك لظهر صاحبك ثم الآية الأخرى بعشر سور مثله مفتريات لاحظ مثله لأنها نعت للسورة فبدل أن يطلب أن يأتيوا بقرآن كامل اكتفى بعشر سور وادعوا من استطعتم تظاهروا واشتعوا من أراد أن يدخل التحدي مرحبا وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين ثم المستوى الثالث الإسراء هود الآن يونس أم يقولون افتره قل فاتوا بشورة مثله الآن نزل التحدي إلى شورة واحدة أيضا إن كنتم صادقين نلاحظ نفس السياق الذي جاء في شورة هود في شورة يونس أيضا وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين المستوى الرابع بدل أن يقول بشورة مثله قال بشورة من مثله ومن تفيد التبعيض وهو أيضا يعني تنازل أو تسامح كما أنك حينما تتحدى رجلا تبدأ بالتحدي بشيء كبير ثم تتدرج وتقول له يا أخي لو أنك استطع أن تفعل كذا وهو تسأله أمرا يسيرا ثم تثبت عليه العجز لأنه لم يستطع أن يفي بالتحدي بشورة مثله ثم آخر مستوى في شورة الطور بحديث مثله نلاحظ أن القدماء العلماء السابقون من جيل ركزوا اهتمامهم نلاحظ طبعا أن علوم العربية وعلوم كثيرة نشأت بسبب القرآن الكريم نعم كل علوم العربية النحو والصرف والبلاغة والأسلوب والنقد واذا نقول علوم علوم كثيرة نشأت خاصة في فنون علوم البلاغة تشعبت فقط في فن البديع أكثر من مئة نور فقط في فن البديع فما بالك في البيان وعلم المعاني لا نلاحظ أن العلماء السابقين وقفوا وتأملوا الجاهز سماها نظرية الصرفة عبد القاهر جاء بنظرية النظم عبد القاهر الجرجاني فنحن دائما حينما نذكر اسم العالم نردفه بتاريخ وفاته هذا مثل رقم الجوال لما ألتقي بصديقة نقول آه يا أخي مرحبا أريد رقم الجوال رقم الجوال للعالم هو تاريخ وفاته ليش؟ لأننا نستطيع أن نعرف متى عاش ففي القرنين الثالث والرابع نجد الجاحظ حتى في الحيوان تناول قضايا تتعلق بالأجاز وفي البيان والتبين وكتب الأخرى الرماني عنده رسالة في الأجاز الخطابي ثلاث رسالة في الأجاز الباق اللاني أيضا مشهور ونلاحظ كيف أن يتطور علم أو الحديث عن الأجاز لدى هؤلاء كل يأتي فيستفيدوا من سابقه في القرن الخامس والسادس نجد الإمام عبد القاهرة الجنافي أسرار الملاغة وفي أجاز القرآن كله كتابان نفيسان القرن الخامس القاضي عياض القرن السادس الإمام الرازي وهو عالم ينسب إلى المدرسة العقل في تفسيره مفاتيح أظن مفاتيح الغيب تقريبا تفسيره القرن السابع السمر السخاوي ثم الزملكاني ثم ابن أبي الإصبع نعم صاحب بديئ القرآن والقرطبي أيضا يدخل وهو من العلماء الكبار وله تفسير معروف ثم في القرن الثامن والعاشر يحيى العلوي صاحب كتاب الطراز والزركشي صاحب البرهان والسيوطي له أيضا مؤلفات كثيرة هذا عن تفسيره في اختصار الأحاديث التي وصفت القرآن الكريم نلاحظ أنها يعني أحاديث كثيرة في وصف لكن هذا أشهر حديث وإن كان بعض الكتب تصنيف الحديث ولفسي ما هناك موقع في النت اسمه الدرر السانية إذا كان عندك أي حديث تريد أن تعرف درجة صحة الحديث أو تتعرف على تصنيف الحديث وفق ما هو معروف في علوم الحديث تدخل الدرر السانية وهو كتاب على حد العلمي لحد لا مقبول لم يطعن به المتخص فيصف القرآن الكريم بأنه مأدوبة الله فاقبلوا مأدوبته ما استطعتم ثم يصفه بأنه النور المبين والشفاء النافع وأنه عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ولا يعوجه فيقوم يعني ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني على امتداد لأصول القرون لم يستطع البلغاء أن يجدوا أي خلل أو نقص نعم مع وجود الوهم لدى البعض من أن القرآن الكريم في بعض آياتي خالف أحكام النحو فالمتخصون ردوا على ذلك بل قالوا أن هذه الأساليب هي أعلى مستوى في الأسلوب نعم ولا يزيغ فليستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثة الرد هذا أيضا وصف مليغ أن كل شيء تستعمله مآله القدم يخلق مثل الملابس نلبسها بعد سنين ندعوها نلبسها لكن القرآن الكريم على امتداد الأصول نجد بتعة ولذة وفالا حسن نحن نقرأ ونحن في شهر القرآن الكريم حيث عارض جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك مرتين فعلم بدنو أجله في العادة كان يعارضه مرة في العام لكن في هذا في شهر رمضان وفي سنة الأخيرة عارضه مرتين أي كان يستمع وسورة القيامة تشير إلى هذا الأمر وفيه خبر ما قبلكم ونبر ما بعدكم وحب ما بينكم لاحظ هذا الحديث أنا لا أخذ الآن الأمثلة الحديث طبعا عنوان المحاضرة من وجوه والأجاز في القرآن الكريم أنا لا أستطيع هذا هذه المحاضرة في نصف ساعة ممكن تكون مدخلا للحديث عن أجاز القرآن أما أن أفي بوجوه الأجاز لا هذا يخرج عن طاقتي وربما لا يستطيع أحد مع كثرة المؤلفات التي ألفت في هذا السياق نأخذ العلماء لكي يبينوا بلاغة القرآن الكريم أخذوا يعني هذا الجانب البلاغي والجانب اللغوي سورة هي أقصر سورة أو أصغر سورة نعم تلاحظون السورة الآن مكتوبة ثلاث آيات فقط ثلاث آيات إنا أعطيناك الكوسر وصلي ربك وانحر إنا شانك هذه الآيات عدد الكلمات عشر كلمات فقط والحروف سبعة واربعين حرفا جاء العلماء نظروا فيها وما قبلها وما بعدها فاستنبطوا يعني فنونا وجوها بلاغية الرازي كان من أوائل من وقف فاستنبط يعني هدية وصل بلغ 22 وجها بلاغيا ومحمد عبد التوا وجد 39 وجها بلاغيا من المتأخرين يعني من علماء الأزهر نعم ثم جاء باحث كان يعمل في الإمارات وطلعت على بحثه فاكتشف واحدا وستين وجها لكن 33 وجه بلاغي و28 وجه دلالي في هذه الآيات القصيرة طبعاً هناك بحث أخرى في هذا السياق ننتقل من أقصر شورة إلى آية واحدة آية واحدة وقف العلماء ابن أبي الأصبع والآلوسي عند آية من سورة هود كما تلاحظون هي الآية أقم 44 وقيل يا أرض بلعي ماكي وهي في سياق الحديث عن الطوفان الطوفان الذي كان في عهد نوح وسجله القرآن الكريم نعم فهذه الآية أيها الإخوة والأخوات وجد فيها ابن أبي الأصبع أشرين وجها بلاغيا في كتاب بديئ القرآن لكن لم أشر إلى الصفحة والآلوسي نقل عن شيخه مائة وخمسين وجها بلاغيا في كتاب روح المعامل طيب الآية الأخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى هذه في البقرة وهي آية واحدة كذلك السيوطي نظر فيها فقال قررت فيها بضعة عشرة نوعاً يعني خلي نقول البضعة عشرة فأكثر نعم فأدنى من واحد إلى عشرة يعني ثم يقول ثم وقع التأمل فيها أول شيء طبعاً طباق والجناس كما تعلمون نعم أسلوب الحكيم بعد الفصل والوصل الالتفاة المقابلة طيب ثم بعد ذلك قال تأمل فمن بضعة عشر خلينا نقول خمسة عشر ستة إلى أربعين ثم قدحت الفكرة ما قدحت يعني هذا يسمون ايش نعم بيرنينج أو بيرنينج ستورم اللي هي قدح الذهني نعم قدحت الفكرة فلم تزل تستخرج وتنمو أو تستخرج وتنمو أيضاً يجوز إلى أن وصلت بحمد الله مائة وعشر الرسالة موجودة تكتب فقط في النيت اسم الرسالة فتح الجليل اسمها فتح الجليل تجد كل هذه الوجوه طبعاً مما لا يتسأ المقام الوقوف عندها عالم آخر هو الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وقف عند آية قرآنية نعم لا والله آيتان آيتين وقف عند آيتين في الفاطر 32 و33 ولفت نظره لفت نظره في هذه الآية حرف واحد حرف واحد فقال حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين هذا الحرف هو الواو في النحو نسميه واو الجماعة لو نظرنا أو قرأنا نجد الآية تبدأ ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا يعني الله سبحانه وتعالى أورث القرآن الكريم فكيف كان العباد ثلاثة أصناف منهم ظالم لنفسه هذا هو الأكثر ومنهم مقتصد صار أقل والأقل القل ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فصر ثلاثة أصناف ثم عقب بعد ذلك فقال ذلك هو الفضل كبير جنات عدن ثم قال يدخلونها هذه الواو نفتت نظر العلامة الشنقيطي في أضواء البيان الجزء السادس 183 يحلون فيها بأسار من ذهب ولؤلاء ولباس من فيها ما الذي استرعى أن هذه الأصناف الثلاثة بسبب هذه الواو كلهم بإذن الله يدخل الجنة ولكن طبعا لكل واحد كما تعلمون الجنة درجات والنار دركات نعم كل واحد له مستوى مختلف عن الآخر لاحظ دقة التعبير القرآني كيف أن القرآن الكريم اعتمد على إيراد صفات في حياة العربي موجودة هذه الصفات فمثلاً كلمة القطمير ونحن في العادة المسلمون يفطرون على أكل تميرات دائماً من السنة تفطر التمر لاحظ في الصورة جزاو الله خير وجدت هذه الصورة في الإنترنت فوجدت ها وافية بالغرض حتى يكون الكلام مشفوعاً بالصورة لاحظوا النواة كأنها مغلفة بورقة السيلوفين كما اليوم يعملون للشوكليت والكذا سبحان الله هذه الورقة طبيعية تأتي لا بد مع كل تبرت أن تجد القطمير وأن تجد الفتيل وأن تجد النقير كم وزن هذا القطمير شوف ذلكم الله ربكم والذين له الملك الذي تدعون من دوني ما يملكون من قطمير أنا لا أحسن هذا جزء من أعشار الغرام القطمير يعني ممكن يوزن بموازين الباعة الذهب الفتيل انظروا إلى الفتيل كم هو دقيق لاحظ أنه ولا يظلمون فتيلا ثم قال ولا يظلمون نقيرا شوف فمن ووت كتاب بيمينه يقرؤون كتابا ولا يظلمون ومن يعمل بالصالحات فأولاك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا كما تلاحظون ثم لاحظ هذه الحادثة فيها دلالة مليغة أن الأصمع قال كنت أقرأ القرآن الكريم فقرأتوا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله فهم أخطأ كما يخطأ أي بشر كل من آدم خطاء قال والله غفور رحيم وبجانبك العرابي فسأله كلام من هذا وكل ثقة قال كلام الله قال أعد العرابي كان يسمع ويمعن أعد أعدت قال لا 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 هذا ليس كلام الله الله أكبر فانتبهت الأصمع يقول انتبهت فلاظر في الوراق الذي تحته فالصحح بدل والله غفور رحيم والله عزيز حكيم العرابي قال أصدت هذا كلام الله فقلت أتقرأوا القرآن قال لا فقلت من أين علمت فقال لا هذا عزر فحكم فقطع يعني لا يمكن أن يكون بعد السارق والسارق وقطع اليد يقول غفور رحيم لا يستقيم البعنى عز لما قال عزيز الحكيم يعني عز بعد الحكيم ثم قطع قال فقطعوا أيديهما فمن صفة الله سبحانه وتعالى أنه عزيز طبعا في سياق آخر يأتي غفور الرحيم فإنما يقتضي السياق أن يكون الغفران والرحمة نعم فعز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع فهنا نقول أن القرآن الكريم نزل على معهود العرب ما معنى معهود العرب بمعنى أن القرآن لم يخالف المبادئ والفكر المتبع عند العرب في استعمال اللغة والذلك نلاحظ أن الشواحد كان الذين استشهدون دائما استشهدون بأشعار العرب وهم غير مسلمين فيأتي المتأخف الله أكبر يتمثلوا بأعرابين يقولوا على عقبيه يستنكرون ويرفضوا الحديث لماذا كان يرفضون لأن الحديث كان يروى بالمعنى فلم يكن محافظا على بلاغة كلام العرب الذي هو لغة وبعنى ننجوه البلاغية عندنا للتفاة الحمد لله رب العالمين هذه السورة نقرأها في اليوم سبعة عشر مرة سورة الفاتحة ثم نجد أن كيف القرآن الكريم ينوع بعد ما بدأ بالغيبة الحمد لله رب العالمين ثم قال مالكي والسياخ قال إياك نعبد انتقل من الغيبة إلى الخطاب ثم في الآية التي يتمثلون بها دائما ظهر نسل أنك لا تحضروني في أي سورة لكن هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة أيضا يتمثلون بهذه الآية فابن الأثير أشار إلى عشرة وجوه من وجوه الاتفاة في القرآن الكريم كان أول من بدأ هذا الجزري من الموصل الزركشي صاحب البرهان أشار إلى سبعة عشرة موطنا في الاتفاة الدرويش متأخر أشار إلى عشرين ثم زادها إلى سبع وأربعين وعبد الحليم أيضا متأخر قال في القرآن الكريم ثلاثمائة موطن أو موضع لالتفاة والبلاغيون أشاروا إلى عدد أكبر من ذلك ما فائدة الالتفاة هناك فائدة عامة وفائدة خاصة العامة للتنشيط السامع بمعنى يعني أنت جالس مثل ما منتبه فجأة من الغيبة إلى الخطاب من الخطاب إلى الغيبة من المتكلم فلما قال وجرينا برح بهم برح طيبة كأنه قال أصبحوا غائبين بدأ يشيركم بالخطاب ثم انتقل إلى الغيبة ثم ننتقل إلى الضمائر لاحظ في القرآن الكريم إلى آية في الإسراء والأنعام في الإسراء قال لا تقتل أبلادكم خشة عملا نفسها جاءت في الأنعام لكن هنا قال نرزقهم وإياكم وفي الأنعام ماذا قال نرزقكم وإياهم لاحظوا كتبنا الضمير باللون الأحمر لماذا هنا يخاطب بالغائب وهنا يخاطب وينتقل إلى الخطاب وهنا يخاطب بالحاضر بالخطاب وينتقل إلى الغائب السبب السياق ليش لأن نرزقهم لم يحصل الفقر لكن لما قال نحن نرزق ولا تقتل ها العفوان قال خشة إملاق الإملاق لم يحصل لكنه سيحصل الإملاق وهو الفقر بسبب الأولاد فقال نرزقهم جاءت الإشارة إلى رزق الأولاد لكن من الإملاق الإملاق حاصل الفقر فقال نرزقكم ثم كذلك أشار بلاغين إلى بلاغة القرآن الكريم في استخدام الضمير فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية العالم في سورة الأنبياء وفي مريم كذلك نعم و يعني كلام كثير الدكتور فاضل السمراء في يعلق ويقول هنا جاءت في سياق ذكر الأنبياء فنفخنا فيها فلم يكن من المناسب أن تذكر وذكر أسماء أنبياء كثيرين ومريم وابناء عمران في سورة التحريم ذكر اسمها فقال فنفخنا فيه طبعا فيها الإشارة إلى مريم فيه الإشارة إلى الفرد واللاحظ السياق بشكل العام ثم الجملة الفائلية والجملة الاسمية القرآن الكريم مرة يعبر بالجملة الفائلية لاحظ في سورة الحجر قال ادخلوا عفوا اذ دخلوا عليه فقالوا أي الملائكة الذين دخلوا ماذا قالوا سلاما هنا لم يجب إبراهيم على سلامه قال إنا منكم وجلون لأشياء صورهم مختلفة لا يشبه الرجال وإن كان جاوب بصورة الرجال لكن في سورة الذاريات ادخلوا فقالوا سلاما فماذا قال قال سلام الجملة الأولى جملة فائلية وهي تدل على التغير والتبدل سلام تدل على الثبات الجملة الاسمية قال قوم منكرون فقالوا جواب إبراهيم كان أبلغ من جواب من تحية الملائكة كما جاء في آية أخرى وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها أو ردوها ثم آية الأنفال وآية القصص أيضا الدكتور فاضل لفت الانتباه إلى أن آية الأنفال سياقها كان أن الله سيصرف العذاب وهم يستغفرون ولم يقل وهم مستغفرون استخدم الفعل فهو يريد أن الله يرفع عنهم العذاب حتى ولو ينبكون الاستغفار سفة ثابتة لهم يريد أن يرفع فقال استخدم السلوك الجملة الفعلية ثم وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ولم يقل وأهلها يظلمون نعم وللاحظ أن هذا من رحمته الواسعة ولذلك استخدم الجملة الاسمية لذلك شواهد أخرى أعلق عليها فقط لاحظ السياق في سورة الإسراء قال لأن اجتمعت الإنس والجب وقد قرأنا هذه الآية قبل قليل في سياق التحدي نعم لكن لما انتقل للرحمن قال يا معشر الجن والإنس لاحظ مرة الأولى قدم الإنس لأن المراد بالتحدي هو للإنس أن يأتو بمثل القرآن لكن لما إرادة يتحدى أقطار السماوات والأرض قال الجن حتى قدم الجن فالتقديم والتأخير هذا يدخل في علم المعاني وله بلاغة كذلك نلاحظ في آية الأنعام تسعة وتسعين والآية مية واحد وارمعين مشتبها إذن أصلها اشتبه يشتبه لكن متشابها تشابه يتشابه فالفرق بين الآيتين كالفرق بين الخاص والعام أن سياق الآية لو عدنا إلى الآية في القرآن الكريم سنجد أن في العام تسعين ذكر أنواعا كثيرة من الفاكهة والأشجار والنعم فهذه تأدعى إلى حصول الاجتبراح وبينما في الآية مية واحد وارمعين لا حصول التشابه فالاشتباه هو أشد من التشابه الزانية والزاني فجل في سوط النور لاحظ قدم الزانية على الزاني لأن الزنا أركز أو أكثر أو مرأة أقرب إلى الوقوع في هذه الخطيئة وفي المائدة قدم السارق على السارقة لأن السارقة عادة ما يقوم بها الذكور لاحظ قدم المؤنف على المذكر ثم نلاحظ الفرق بين ثم وثم ثم حرف عطف حروف العطف في النحو الواو والفا وثم وفرق قالوا الواو مطلق العطف الفا العطف مع الترتيب ثم العطف مع الترتيب والتراخي ولكن وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ثم معنى هناك ليس فقط حركة تغير تغير المعنى كذلك استطاعوا واستطاعوا كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى هذه أيضا قاعدة في النحو فاستطاعوا الجهد أكبر لأن كانوا يثقبون في الحديد والصخف والنحاس وكذا بينما أن يظهروه تسلق كانوا يتسلقون نعم تقريبا نصل إلى آخر حديثنا ولكن أرجو أن لا تكون قد تجاوزت الوقت ولو كان الوقت متسعا لأفضت الحديث أكثر نشير إلى الكتب الأربعة التي ألفها من المحدثين بل حتى له أحاديث ولا يخفى على كل متتبع للغة العربية والإعجاز القرآن الحديث في أحد القنوات الفضائية لمسات بيانية وكان اللي شرف التتلمذ على الدكتور فاضس وهو يزال على قيد الحياة نعم التعبير القرآني طبعه سبعة أصمائلين لمسات بيانية وبلاغة القرآن في التعبير في سنة تسعة وتسعين دراسة المتشابه اللفظي في ملاك التأويل الفين وتسعة هذا آخر الكتاب ونبه إلى أين تكمن وجوه الأجاز طبعا هل نستطيع أن نقول أنه إذا اجتمعت عناصر بلاغية في آية واحدة كانت 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 هذه العناصر دلالة وآية وسمة على الأجاز لكن هو وقف عند الأجاز في البنية بناء الجملة ثم انتقل إلى التقديم والتأخير ثم الذكر والحذف ثم التوكيد ثم التشابه والاختلاف وفواصل الآي والسمة التعبيرية والحشد الفني في القصص القرآني كل هذه الوجوه نعم تناولها في كتابه وأرجو أن تتاح لكم الفرصة للطلاع على هذا الكتاب لا يفوتني أن أشير إلى أن استفدت من كتاب أجاز بسمه مكتبة من مكتبة أيضا استخدم من للتبعيض للدكتور مجاهة المصطفى أجد وقد استطاع أن يجبع مائة وعشرين كتابا في أجاز القرآن اللغوي والحضاري والحضاري وعنده أظن كتاب آخر في الحضاري نعم فرق بين الكتابين واستفدت من لمسات بيانية للدكتور فاضل السام الرائي نعم فلهما مني الشكر كما أشكر المعهد العالمي للفكر الإسلامي تحت هذه الحرصة وأشكركم لحسن المتابعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لدكتور الأستاذ منجد مصطفى بهجت على هذه المحاورة القيمة هناك وجوه من بلاغة القرآن وعجازه أنا أول مرة أسمعها ونشكره كثيرا على كل ما قدم الله يجزي كل خير ترجمة نانسي قنقر